السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وأسعدكم الله في الدارين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد لازلنا نتحدث عن الفصل الرابع في مقدمة موسوعة الفرق وسنقف مع المبحث رقم 12 في هذا الفصل وهو المبحث الأخير في هذا الفصل ثم ننتقل إلى أسباب التفرق والمبحث الذي رح نتحدث فيه اليوم هو عن مكائد الشيطان عن مكائد الشيطان فنحن تحدثنا في المبحث السابق كيف أن أعداء الأمة واليهود والنصارى والمنافقون يسعون من أجل تفريق هذه الأمة فكذلك الشيطان له دور كبير جدا فهو رأسهم فهو رأسهم وهو الداعي إلى هذا الأمر فتعالوا بنا نتحدث عن مكائد الشيطان في التفريق بين المسلمين المبحث الثاني عشر نقرأ المبحث الثاني عشر المبحث الثاني عشر الفرقة من وسائل الشيطان يعني من وسائل الشيطان التي يستخدمها من أجل إغواء البشر هي الفرقة ومكائده التي ينصبها للمسلمين على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة فهو يكيد على مستوى الفرد للشخص بنفسه أن يوصله إلى الاختلاف والفرقة وأيضا الجماعة فهو يسعى لتفريق جمع المسلمين ما يزال الشيطان يعلن العداوة لبني الإنسان منذ أن لعن منذ أن لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ولقد طلب من الله عز وجل الإنذار وطلب الحياة لكي يضل الناس ويفتنهم عن دينهم يعني إبليس المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى الملعون طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينذره قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فماذا قال لأغوينهم أجمعين فهو يريد إغواء البشر يريد أن البشر يقعون في المعاصي والذنوب والكفر والفرقة ولقد توعد العدو باتخاذ كافة السبل لذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني إبليس يريد أن يتخذ جميع السبل جميع الطرق من أجل إغواء البشر من أجل تفريق البشر من أجل الاختلاف بينهم من أجل أن يوصرهم إلى الشرك إلى البدع إلى اتباع الأهواء قال الله سبحانه وتعالى قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم صراطك المستقيم هو إيش كنا نتحدث عن الطريق الصحيح وصراط المستقيم وسبيل الله سبحانه وتعالى هو يريد أن يوقف ويجلس عند هذا الطريق ويجعل الناس يقعون في الغواية ويميلون عن الصواب لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو رح يأتينا من جهة اليمين من جهة الشمال من جهة الأمام من جهة الوراء يسعى جاهدا بصوته ورجله وخيله ويسعى بكل طرقه من أجل تفريق المسلمين ومن أجل بث النزاع والخلاف بين المسلمين توعد عدو الله بأن يصد الناس عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه وحذرنا المولى سبحانه من الحياد عنه واتخاذ السبل والضلالات مكانه فالله سبحانه وتعالى حذرنا أن نميل عن هذا الطريق المستقيم وأن نتخذ السبل وأن نمشي وراء الاختلافات والتفرق كما خطى النبي صلى الله عليه وسلم وبينا ذلك الأمر خطا في النصف وقال هذا سبيل الله وعلى يمينه ويساره خطط وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه لابد أن ننتبه لها لابد أن نحذر من مكائد الشيطان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصراط إن الصراط محتضر أي يأتي إليه أهلا الشياطين تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلما هذا الطريق ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتابه فحبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى فالشيطان رح يقف أمام هذا الصراط وينادي وشياطين تنادي تعالوا هذا هو الطريق الصحيح تعالوا هذا هو الطريق الصحيح تعالوا بنا نحكم العقل تعالوا بنا ننظر إلى علم الكلام تعالوا بنا نبتدع في الدين تعالوا أحنا الذي نفهم الدين تعالوا بنا نراجع النص كل هؤلاء دعوات من الشيطان دعوات حتى ابن قيم رح يذكر أنها دعوات وبيان يسحر العقل يسحر العقل نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى القرآن والسنة يقول ابن عباس ينبغي أن الشخص يتمسك بالحبل المتين وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وما زال الشيطان بآدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة يعني إبليس ما زال بآدم يغويه 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 ويواعده ويقسم له وقاسمهما إني لكم ولا من الناصحين يحلف لهم بالله يحلف لهم بالله والله راتبقوا خالدين إذا أكلتم من الشجرة فأهدم عليه السلام ما يتوقع أنه في شخص يعني يحلف بالله كاذبا فيحاول بجميع الطرق شتى الطرق أن يغوي بني آدم ويغوي آدم حتى أخرجه من الجنة فكذلك سيفعل بذريته وما زال ببني آدم حتى أوقع بينهم الفرقة والعداوة والصد عن الإيمان بالله تعالى ويقاع الكفر والشرك الذي فرقهم يعني ما زال إبليس ببني آدم وذرية آدم هو يسعى جهود حتى أنه يسعى قرون ليس قرنا واحدا ما يمل ولا يكل يعني رح نقرأ أنه من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام كان نسعى للتوحيد نعم إبليس كان يفعل أشياء من بث القتل كقتل قابيل لأخي هابيل وغير ذلك لكن أن يقعوا في الشرك هذا الشيء كان يسعى من أجله عشرة قرون تخيل عشرة قرون والقرن كان يقصد فيه الألف سنة والقرن يقصد فيه جماعة من الناس فتخيل عشرة آلاف سنة لا يمل ولا يكل حتى يغوي الإنسان هذا عدو عدو كبير جدا لا بد أننا نحضر منه الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي يَخْتَلِفُونَ فيما لقضية بينهم فيما فيه يختلفون وهذا الشيء بيناه أن الاختلاف لم يكن في أول أمر والأصل في البشرية أنهم كانوا على التوحيد وتحدثنا مبحث كامل عن هذا الأمر قال ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الإسلام كلهم كلهم كانوا على الإسلام والتوحيد وبعد ذلك انتشر الشرك بينهم ويذكر الإمام عبد الرحمن ابن جوزي عبد الرحمن ابن جوزي اسمه عبد الرحمن حتى نعرف الاسم رحمه الله كيد الشيطان لآدم عليه السلام ثم كيده لأحد ولديه بقتل أخيه ثم يذكر هذا الشيء الذي وقع من إبليس أنه أولا أخرج آدم من الجنة وجعله يأكل من الشجرة كان سببا وثم حرش قابيل على أخي هابيل ثم بعد ذلك يقول لي كيش ثم يذكر الأمر جرى بعد ذلك على السداد والاستقامة يعني بعد ذلك كان الناس على السداد والاستقامة والإسلام وكانت الأمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد يعني كل الأمة مجتمعة على شيء واحد وعلى دين الإسلام وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى فلم يكن بينهم لا فرقة ولا اختلاف كما قال قتاد رحمه الله كان بين آدم ونوح عليهم السلام عشرة قرون كلها على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا فكاد لهم العدو إبليس والتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين كفارا ومؤمنين فالناس كانوا على التوحيد حتى فرق بينهم إبليس وكاد المكائد لهم حتى انقسم الناس إلى قسمين مؤمنون وكافرون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وماشون على الصراط المستقيم وعلى الطريق السداد الذي كان يمشي عليه من هو قبلهم الأمة التي كانت مجتمعة قبل أن تختلف لكن جعل منهم صنفا يكفرون بالله سبحانه وتعالى وزين لهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى فكاد لهم فكادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث يعني هذا أول شيء سعى من أجله أنه يجعلهم يعبدون الأصنام وهذا شيء وقع في زمن نوح عليه السلام ولا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصر اتخذوهم وصاعث بينكم وبين الله سبحانه وتعالى فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وأيضا أقنعهم لكي ينكروا البعث والنسور وأنهم سيبعثون يوم القيامة وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كل ما لنحلته لعبد فهو حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم يعني كلهم كانوا على التوحيد وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وهذه الشياطين حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا فهذه الشياطين هي التي تخطفت الناس والناس كانت على الحنيفية السمحاء ثم أتى الشيطان فأغواهم وحرم عليهم أشياء هي حلال وحلل لهم أشياء هي حرام وجعلهم يعبدون الأصنام ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى فالشيطان حريص على تفريق الناس وتحزيبهم بالصد عن التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى عز وجل الذي يجمعهم يعني هو يسعى من أجل فرقتهم في جانب التوحيد لأنهم إذا لم يكونوا موحدين لله سبحانه وتعالى ولم يكونوا مؤمنين فإنهم سيتفرقون وألقى الشرك ونشره بينهم فهو كفيل بتفريقهم يعني هو الذي نشر الشرك بينهم فهو كفيل بتفريقهم ويستطيع تفريقهم بنشر وبثوث هذه السموم بينهم يقول ابن جوزي رحمه الله اعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي يعني الأنبياء جاءوا بالبيان الواضح الشافي الكافي الذي إذا تأمل فيه كل عاقل عقله سليم لا وجد أن هذا الكلام صحيح يعني نحن كمسلمين أو كفرق ضالة أو كنصارى أو يهود أو كافرين إذا أتوا ورأوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا في القرآن وتأملوا في الوحي أي القرآن والسنة لوجدوا أن هذا الكلام ليس من عندي بشر وإنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى فأتوا بالبيان الكافي المعجز البيّن الواضح البرهان الصاطع وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي فأيضا قابلوا الأمراض إن كانت في جوانب العقيدة إن كانت في جوانب السلوك إن كانت في جوانب الأخلاق إن كانت في جوانب المعيشة كل الأمراض التي كانت في البشرية أتوا بالدواء الشافي لها والعلاج الشافي الكامل وتوافقوا على منهاج لم يختلفوا يعني الأنبياء كلهم أتوا على منهاج واحد وعلى دين الإسلام وعلى التوحيد لله سبحانه وتعالى ولم يختلفوا فأتاهم الشيطان فأقبل الشيطان الآن بلش الدور الشيطان إجا الشيطان ماذا يفعل؟ يخلطوا بالبيان شبهة تأملوا تأملوا يخلطوا بالبيان شبهة يعني شبهة كم من أناس يفعلون نفس هذه الأشياء هذه من وحي الشيطان لهم من زخرفة الشيطان لهم من خطوات الشيطان لهم يبدأون بالبيان ويلقون الشبهات ويتركون الآيات المحكمات ويتركون التمسك بالقرآن والسنة ويبدأون يتحللون ويخرجون وينسرخون هذا الشيء نحن نجده في مواقع التواصل الاجتماعي فلابد أن ندرس هذه المواد لا بد أن نحصن أنفسنا لا بد أن نعلم مكاعد الشيطان أنه يخلط البيان بالشبهة والدواء ثم فيخلط بالدواء ثم يدعوك إلى الحرية ويدعوك إلى إله 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 لكن الأصل والنتيجة التي توصل إليه هذه الأشياء هي الإنحلال هي الرذيلة هي الفاحشة هي الفرقة هي التنازع هو القتال فنحن أحيانا ننظر إلى أشياء في ظواهرها فالشيطان يزين 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 لكن نتيجتها والأشياء التي توصل إليها أشياء هي الشرك وكفر ومعاصي وذنوب وما زال يلعبوا بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب صخيفة وبدع قبيحة فأصبحوا يعبدون الأصنام في البيت الحرام يعني الأشياء التي أتوا بها إلى المشركين والشيطان بيّن لهم عبادة هذه الأصنام شبههم واهية وبدعهم تافية يعني أشياء التي فعلوها عقليا لا تستقبل حتى أن أناس من قريش كانوا على الفطرة وكانوا على دين حنيفية مثل زيد بن نوفل وغيرهم وغيره كانوا اثنان أو ثلاثة الذين لم يقبلوا هذا الشيء لم يقبلوا عقولهم لم تقبل هذا الشيء وهناك أيضا في زمنهم من لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا كالنبي صلى الله عليه وسلم وعبو بكرنا الصديق رضي الله عنه فليس كل الناس قبل ما ذكره الشيطان وما بيّنه الشيطان فالشيطان ألقى أشياء لهم هي أشياء واهية فابتعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فرفع القابح يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وإلى الناس ولجميع الناس فرفع القابح أي شيء قبيح بيّن أنه لا يجوز ورفعه وشرع المصالح يعني شرع جميع المصالح وبيّن ما هي المصالح للناس بالنسبة للعبودية بالنسبة للأخلاق بالنسبة للسلوك بالنسبة للمعاملات فصار أصحابه معه وبعده في ضوء سالمين في ضوء نوره سالمين يعني القرون الخيّرة القرون الخيّرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين كانوا متمسكين بهذا الشيء وكانوا يمشون على النور والإضاءة السالمة التي بيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حذرين من العدو وغروره فلما انسنق نهار وجودهم يعني عندما ذهبت القرون الخيّرة وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدأ يظهر ماذا أقبلت أغباش الظلمات فعادت الأهواء تنشئ بدعة وتضيف سبيلا ما زال متسعا ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعة ونهب إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له الترصص في ليل الجهل يعني كلمات جميلة جدا كلمات جميلة جدا رائعة جدا يقول لك أن الناس كانوا في الإسلام والتوحيّ ثم أتى الشيطان أتى الظلمات أتى الغباش لبعد الناس عندينهم فأتى الشيطان في الليل في ليل الجهل فلو قد طلع عليه صبح العلمي افتضح يعني الشيطان أتى بالليل وبدأ يوسوس وبدأ يفسد وبدأ يلبس وبدأ يخرب وينشر البدع وينشر الخرافات ويقول الناس حرروا عقولكم وفعلوا وفعلوا في الليل لكن عندما يضيء الصبح ينفضح أعماله كلها وهنا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العلم وإشارة إلى تمسك بالقرآن والسنة فكم من عالم فندأ أقوال البدع أقوال المبتدعين ورد عليهم من زمان ما ظهرت البدع إلى زماننا هذا من القرآن والسنة الرد عليهم دائما يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكه مني يعني يقول ابن عباس يعني ما أظن أنه على وجه الأرض الشيطان يكره أحد يهلك ويموت مثل أنا فسألوا رجل لماذا يا ابن عباس يعني فقيل وكيف قال والله إنه لا يحدث البدع في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها فترد عليه كما أخرجها يعني يقول لك الشيطان يفكر ويشتغل حالته حالة ويكيد ويقول بدعة ويأتي رجل من مشرق الأرض أو من مغرب الأرض إلى ابن عباس يقول له ابن عباس يعني أنا هكذا أعتقد أو هكذا يجوز يقول له ويحتج عليه بالقرآن أو بالسنة فيرد هذه البدعة وانتهت فهذا دور العلماء لابد أن نعلم أن دور العلماء عظيم جدا فلا ننقص من مقامهم وقدرهم ومكانتهم فالعلماء قبضوا العلماء أو حبسوا العلماء كل هذه الأمور مصيبة كبيرة على الأمة مصيبة كبيرة ويعني شر عظيم نسأل الله يعني يعافينا ونسأل الله أن يفرج عن العلماء فإن ما من عام إلا والذي بعده شر منه يقول ابن مسعود المقصود ماذا؟ المقصود هو ذهاب العلماء مش قصة أنه المال قل مش القصة أنه ضيق العيش لا القصة فقدوا العلماء ذهابوا العلماء يبقى رؤوس جهال يتخذون ويقول مولى سبحانه محذرا المؤمنين من أن تنطل عليهم حيل الشيطان ومكائدهم فيقول الله سبحانه تعالى لنا محذرا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ممتهون؟ انظر إلى الشيطان مكائد مكر ليل ونهار لا بد أن تحذر فالشيطان حريس على إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ليفترقوا وهو يسلك كل سبيل ليصل إلى هدفه بل من الأعمال المحببة إليه التفريق بين الرجل وزوجته وإضعاف الأسرة يضعف المجتمع يضعف أفراده ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث صراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيء ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول يدنيه منه ثم يقول نعم أنت 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 يعني الشيطان أحب شيء إليه هو تفريق المسلمين إن كان في جانب العقيدة إن كان في جانب العائلة الأسرة المجتمع حتى تتفكك الأمة المسلمة بين المسلمين بين أخوتهم كل هذه الروابط التي تجمع المسلمين إن كان من ناحية الإسلام أو الصلة أو الأقارب أو الزوج والزوجة الأب والابن الأخ والأخيه وأخته كل هذه الأشياء يريد الشيطان أن يفرقها فالشيطان يرسل سراياه في كل يوم في الحديث كل يوم يرسل سراياه جنوده في هذه الأرض ويمشون في هذه الأرض ويسعون بالفساد فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة يعني أقل واحد فيهم اللي عند إبليس فتنته عظيمة جدا جدا فيعودون إليه في المساء فيسألهم ماذا فعلتم يقول واحد فعلت كذا وكذا والثان يقول فعلت كذا وكذا يعني يقول شخص ما تركته حتى زنى يقول أنت ما فعلت شيء ثم يقول شخص ما تركته حتى صرق يقول أنت ما فعلت شيء يقول واحد ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته يعني خليته يطلق زوجته يقول أنت أنت مع أن الطلاق جائز لكن انظر إلى الفساد انظر إلى الشيء الذي وقع انظر إلى تفريق المسلمين انظر إلى الشيء الذي وقع بين المسلمين عندما حصلت الفرقة عندما حصلت الفرقة معصية قد يتوم منها نعم هي شيء عظيم مش أمر هين لكن تفريق المسلمين فيه مصالح كبيرة لإبليس من تفكك المسلمين بل إن التفريق بين الناس جماعات وأفراد هي من مكائده وحبائله من قديم الزمان فها هو ذا يسعى شوف هذا الشيء مكيدته والتفريق من قديم الزمان ليس الآن دائما ففرق بين يوسف عليه السلام وإخوته إذ يلقي العداوة والبغضاء في نفوس إخوة يوسف لأخيهم يوسف عليه السلام فيقدمون للتخلص منه في إلقاه في البحر فالله سبحانه وتعالى يقول يعني شيطان يعني كيف كاد بيوسف عليه السلام والسعى من أجل أن يفرق بينه وبين إخوته بالوسوس إلى إخوته لكي يكره يوسف وأن أباكم يحب يوسف أكثر فألقوه في البحر في البئر وقد أحسن بي إذ أخرجني ماذا يقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم آه تأمل من بعد أن نزغ نزغ الشيطان شيطان سعى من أجل التفريق بين الإخوة وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكن سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها يعني أهل جزيرة العرب وجزيرة العرب والمسلمون هؤلاء الذين في جزيرة العرب أيس أيس ما يقدر أن يخرجهم من الإسلام ويجعلهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى لكن حرش بينهم أثار الفتن بينهم أثار القلاق بينهم يقتل بعضهم بعض يحصد بعضهم بعض يبغض بعضهم بعض هذه الأشياء التي يوقعها الشيطان إذا لم يستطع أن يجعلهم يكفرون ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى ولذلك حرص الإسلام الشد الحرص على صد هذه الطرق في وجه الشيطان فلا يستطيع أن يلوج منها ليفرق بين المؤمنين فاعتنى الإسلام بغرس معنى المحبة الإيمانية تأمل يعني عندما الشيطان يفعل هذه الأشياء نحن أيضا لابد أن نرسخ أشياء في قلوبنا حتى لا نتأثر من وسوسة الشيطان ومن مكائد الشيطان منها الرابطة الأخوية والإيمان الرابطة الإيمان والإسلام وأنه يجمعنا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأن رابطة الإسلام والإيمان والأخوة الإيمانية أقوى من أي رابطة فينبغي أن نجعلها في القلوب ومن أوثقي عرى الأيمان وصان وحافظ على الحقوق الأخوية بالنهي عن التباغب يعني أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بالمحبة ونهانا عن التباغب والتحاسد والتجسس وكل ما يورث عداوة وفرقة بين المسلمين يعني أي شيء يفرق بين المسلمين فالإسلام حذر منه حذر أن نقع فيه وكل شيء يجمع المسلمين ويجعلهم يد الواحدة حرص عليه الإسلام وحذ عليه الإسلام بل جعل شرط كمال الإيمان من كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه يعني أنت كإيمانك ما يكمل إلا عندما تحب لأخيك المؤمن نفس ما تحب لنفسك لا دنيا ولا مصالح ولا شيء لا أنا أحب لنفس هذا الشيء فأحب له نفس الشيء أحب لنفس الخير فأحب له الخير ودلنا على كل ما يوطد المحبة في الله ليتحقق الجسد الواحد والبناء المتراس المتلاحم الذي يصمد ويتصدى لخطط الشيطان ومكائده في التحريش بين المسلمين يعني كل هذه الأمور تجعلنا بنيانا مرصوصا متلاحما يدا واحدا نصد مكائد الشيطان ولا يدخل الشيطان من خلالها يقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فهنا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقول الكلام الحسن وأن يكون بيننا تعامل حسن وبإحترام وتقدير وعدم بغض وعدم تحاسد ليش؟ حتى الشيطان ما يدخل من هذا الباب لا تجعل الشيطان بابا على أخيك على أخيك يقول حافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله عن هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة يعني في حوارهم وفي كلامهم وفي محاوراتهم ومناقشاتهم وجلساتهم لا بد أن يكون هناك كلام طيب والكلمة الطيبة فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة فإنه عدو لآدم وذريته من حيث امتنى عن السجود لآدم وعدوته ظاهرة بينا ولهذا النهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزغ في يده فربما أصابه يعني لدرجة أن الإسلام نهى أنك ترفع حديدة على أخوك المسلم حتى لا ينزغ الشيطان ويدخل من هذا الباب فالشيطان عدو لنا عدو لا نفتح له أي مجال نغلق عليه المجالات إخوة مؤمنين ترابط لا نتنازع لا نتفرق لا يكون بيننا حسد لا يكون بين مغض أي شيء يوصل إلى أن الشيطان يدخل من هذا الباب ويوسس وينزغ نبتعد عن هذا الأمر ولقد دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين كافة بالدخول في الإسلام وطاعة الله عز وجل والتمسك بها والأمر بلزومها والحذر من خطوات الشيطان وخطراته التي يوسس بها ليصدهم عن دين الله ويفرقهم عن صراطه المستقيم فالشيطان يحرص خطوات 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 يمشي خطوة 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 فالله أمرنا أن ندخل في السلم كافة أن نتمسك بالإسلام من كل جوانبه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ومبين يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا شرعه أسلموا لله سبحانه وتعالى وتمسكوا بالإسلام كافة كامل الإسلام لا تأخذوا شيء وتتركوا شيء ونبه عليها فقال حينما قتل الخوارج في نهروان بئس لكم لقد ضركم الغرور يعني قال الخوارج بعد أن وقع بمعركتهم وقتلهم قال بئس ما ضركم به الغرور الغرور من غركم الذي غركم ضر من غركم قالوا يا أمير المؤمنين ومن غرهم يعني من اللي غرهم ووسوس لهم وقال لهم الإسلام وأنتم تفعلون للإسلام وقاتلوا الصحابة وكفروا الصحابة من اللي غرهم من اللي فعل هذا الشيء قال الشيطان والنفس والنفس الأمارة بالسوء غرتهم بالأمان وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون يعني غرتهم بالمعاصي والذنوب والأهواء وبينتهم أنهم هم على الحق وأنهم ظاهرين فأنظر إلى فطنتي وأنظر إلى علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الإمام شمس الدين محمد بن القيم الجوزية كيد شيطان وحيى له أنه بإلقاء الشبهات فيها وتزيين الأغراء والبدع لها فيقول رحمه الله شوف هذا الكلام عميق قليلا ومن مكائده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضره يعني يبدأ الشيطان يسحر عقله وخطوة وخطوة يزين له ما يفعل ويزين له ما يدعو إليه ويزين له الباطل ويزين له الانحراف الذي يضره يضره في دينه ودنياه حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء يعني هذا الشيء النافع وهذا الشيء لا بد أن أسعى من أجله وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له يعني هو يجعله ينغرق بهذا الشيء الخطأ الذي لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخر وهو باطل لكي يبتعد عن الشيء النافع له في الدنيا والآخر وهو التمسك بالقرآن والسنة والأخلاق والمبادع حتى يخيل له أنه يضره فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان وكم حالة بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان وكم جل الباطل وأظهره في صورة مستحسنة وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة يعني كم زين الباطل في أعين الناس وأخرجه بزينة جميلة وشوه لهم صورة الحق وبيّنه بصورة مستهجنة وكم بهرج من الزيوف على الناقضة وكم روج من الزيغ على العارفين يعني كم زيغ وكم فعل الشيطان وكم كاد ومكر فعل الأشياء العظيمة فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك نسأل الله أن يعافينا ونسأل الله أن يثبتنا على القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وينزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل وينزقنا اجتنابه أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا ويسعدكم في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبإذن الله في الفصل القادم سنقف في أسباب التفرق لكي نحضر منها أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا ويسعدكم في الدنيا والآخرة شاركوا المقطع فالدالوا على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا